فن الأصيل شكل على مدار تاريخ وعاء معرفيا للثقافة العربية التي انتقلت من خلاله من جيل إلى جيل فمن عن ماذا نتحدث ولا؟ نتحدث عن الخط العربي الذي كان وما زال محط اهتمام القبراء والمهتمين بالتراث الإنساني والحضاري على مستوى العالم ومن هنا كان لابد من إيجاد وسيلة لحفظ هذا الإرث بمكوناته الثقافية والجمالية وبدأ في هذا الاتجاه منذ فترة تعاون عربي مشترك من خلال إعداد ملف لفنون الخط العربي بمشاركة 16 دولة هذا الملف سيتم تقديمه نهاية مارس المقبل لمنظمة اليونسكو كي تسجل فنون الخط العربي ضمن قائمة التراث غير المادي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة نهل إمام خبيرة التراث غير المادي وممثل مصر في إدراج الخط العربي على قوائم اليونسكو أهلا وسهلا فيك إمعنا ببرنامج يوم جديد نورتنا سبع الخير يسأل صباحك ونورتنا بداية نحن نتكلم عن قيمة الخط العربي أدي الخط العربي بيمثل قيمة كإرث إنساني وحضاري الحقيقة الخط العربي عنصر ثقافي مهم جدا المدهج عندما تعرضنا لإنه نجمع منه عنه معلومات لإدراجه عن من الناسكو فجئنا بكم المعلومات التي لم نكن نعرفها أولا خط العربي كفن هو لا يمارسه فقط نلاطقين باللغة العربية هو فن عالمي بتشاركنا فيه عدد كبير قوي من الثقافات لكن هو منبعه هو الوطن العربي وعشان كده كان الاهتمام بأن احنا نبدأ نسجله كتراث عربي مشترك ده مش معنى أنه حيفضل تراث عربي فقط إنما هو تراث للإنسانية نحن بنرفعه لليونسكو حتى نصبت حقنا في أن هذا التراث هو تراث عربي لكنه أيضا تراث للإنسانية كيف رح ينعكس هذا الأمر على قيمة الحضارة العربية على خريطة العالم؟ الحقيقة هي فيه اتفاقية موقعة عليها عدد كبير جدا من طول العالم لسون التراث غير ما دي أعادات معتقدات كتير قوي من دولنا العربية سجلت عدد كبير من العناصر على هذه الاتفاقية بنسجل حاجات على نوعين من الحاجات حاجات محتاجة إلى صون بنقول يانيونسكو لدينا هذه العناصر الثقافية لكن نحتاج إلى دعمكم للحفاظ عليها وهناك عناصر أخرى هي عناصر تمثيلية نذهب لليونسكو نقول هذا العنصر الثقافي يمثلنا نحن اليوم نعد ملف لنقول للعالم أن الخط العربي ثقافة تمثيلية هو موجود هو متوارس هو حي لا يحتاج إلى صون لأنه مصان هو تمارسه الدول المفاجأة أنه مثلا نحن لقينا أن الخط العربي الكاليجرافي مش بس فن للكتابة إنما بيستخدم في عديد من الحرف إحنا بنكتب على النحاس بنكتب على الدهب على البودة على الجدران في مناسبات اجتماعية مختلفة على الملابس على الملابس ويمكن الأوسكار الأخير كان أحد الفنانات كانت باستخدمة وماش مكتوبة عليه بالكاليجرافي إذن هو عنصر إنساني عالمي نعم يعني بيستخدمه كفن مش فقط يعبر أو حامل الثقافة طيب دكتورة نهلة لو حابين يتكلم عن التعاون المشترك بين الدول العربية 16 دولة كيف تم هذا التعاون الحقيقة إحنا كان لنا تجربة السنة اللي فاتت نجحنا 14 دولة عربية بالتنسيق تحت مزلة منظمة العربية للتربية والعلوم الثقافة اللي هي الألاكسو إن 14 دولة جلسنا مع بعضه أعدادنا ملف عن النخلة والتراث الثقافي اللي مرتبط بالنخلة في الدول العربية ونجح الملف ونجحنا في إدراجه السنة اللي فاتت في كولومبيا فمن هنا تولدت فكرة إن لدينا من المشترك الكثير فالمراجي انضمت لنا دولتين عربيتين برضو كمان ونأمل إن السنة الجاي نلاقي عنصر يجمعنا كل الدول العربية واجتماعنا عدة اجتماعات وتم ترشيح الخط العربي الحقيقة الخط العربي كان أول مرة شرحناه مش مكناش متصورين كم هذا المعلومات الهائل الحقيقة يضيق بها ملف اليونسكو يعني ملف اليونسكو هيبقى صغير قوي 30 ورقة وإحنا عندنا كم من المعلومات في الدول العربية وثقافة متوارسة هائلة وأخذت المبادرة المملكة العربية السعودية قالت أنا سأكون المنصق للملف ما بين الدول من خلال جمعية هي جمعية السعودية للحفاظ على التراث جمعتنا وكلنا الستاشر دولة علشان نبتدي كل دولة تحطي اسهمها في هذا الملف رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بالسعودية ولكن قبل ديما أنه ذكرت أنه الملف نجح بدنا نحكي أكثر عن العناصر يلي كانت موجودة داخل هذا الملف وأيضا كيف رح يتم تقديمه لليونسكو طيب العناصر اللي موجودة الأول هو بيدينا بيقول لنا أوصفوا العنصر اللي عندكم ده نقول له إنه موجود وإن العرب من أول أنا بفترض أنه اللي يقرأ الملف ليس لديه أي فكرة عن العنصر فبشرح له وأقول له إنه بيتكتب من اليمين للشمال إنه الحروف كذا إنه مش لازم يكون الناطقين مش لازم كمان يكون اللي بيعمل الفن ده متعلم وبيعرف يقرأ ودي كانت مدش إن هذا الفن وده شيء مهم جدا أنا ليونسكو بتأكد عليه لكن إحنا كمان مهتمين به إنه العنصر بيمارسه النساء كما يمارسه الرجال يعني إحنا لقينا خططات كتير لقينا كتير من الأمهات حريصين على إن أولادهم يتعلموا الخط العربي وفي مبادرات كتيرة جدا لتعليم الخطوط نسبة كبيرة جدا من طلاب مدارس الخط العربي من الفتيات ولكن مدهش بالنسبة لي أنا كنت فاكر على الخطات لكن مع الشغل في الخط العربي اكتشفت أن الخطات كتير جدا هل هذه مبادرات موجودة دكتورة نهلة في الوطن العربي يعني منتشرة في أي دولة منتشرة أكثر كتير يعني أنا فجأت هنا أن في أحد الخططين عامل مبادرة للأطفال اسمها خط منمنم يعلم الأطفال الخط المبادرات كتير الدول العربية جميعها لديها فاعلات الدولة بتدعمها للخط العربي زي ملتقى الفان الخط العربي حيقام في مصر بعد أسبوعين كل الدول العربية لديها كم من المعارض الهائل لدينا مطحف شخصي لفرد واحد موجود هنا في مصر لديه آلاف القطع واللوحات من اللوحات الخط العربي لماذا لا يصلت الضوء على هذه المبادرات أو المختصة خاصة بالمرأة يعني معلومة جميلة أن في فرن تكون المرأة هي الأكثر برضو الفتيات أكثر مشاركة في الخط العربي لا هو بيصلت الدوق ويمكن اللي أنتوا بتعملوه دلوقتي ده أحد وسائل تسليط الدوق في ملتقيات كتير واضح أنه يعني إحنا حتى كمتخصصين قبل ما نبدأ أنا ما كانش عندي كذا كم هذا الهم كم الهائل من المعلومات حوالينا الخط العربي مع أنه هو إحنا بنستخدمه منذ على فكرة إحنا بنستخدمه قبل الإسلام كمان المعلقات وكان الخط العربي موجود وحيظل موجود أفتكر أنه هو عنصر ثقافي غير مهدد بالمر أكيد إذا بدنا نحكي نرجع لموضوع السعودية وزارة الثقافة السعودية استضافة ورش عمل وأيضا كان فيه مشاركة لعدد دول عربية خبرينا أكتر عن التفاصيل هي الحقيقة لوزارة ثقافة السعودية وتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بالخط العربي الجمعيات المعنية بالتراث من الجمعية السعودية الحفاظ على التراث والحقيقة كانت عاملة لها شعار أنيق جدا نحن تراثنا ففعلا فيه اهتمام شديد بعناصر ثقافية إحنا ما نعرفهاش كتير من التراث لكنها جديرة بالتسجيل السعودية تحديدا سجلت عدد من العناصر يعني الجطس العسيري وسجلت القهوة مصر سجلت التحتيب سجلت الأرجوز سجلنا كلنا مع بعض النخلة النخلة تراثها من حرف ومن أغاني ومن معتقدات كان كتير جدا والحقيقة أن نجاح النخلة كان محفز للعمل العلب المشترك ودي قاعدة مهمة يعني ابتدينا نرجع نقول لا إحنا لدينا كثير بالرغم من التنوع لكن النخلة في مصر ما هيش في الوحاة زي في سيوى زي في الموندول السحلية أيضا هي في جزائر مختلفة عنها في السودان عنها في لبنان عنها في دول كتير فنكشف عن تنوعنا وهذا التنوع قوة ما نفتكرش أبدا أن التنوع ده بيفرق الناس لكن هو تنوعنا ثقافي قوة هذا اللي بخلينا أسألك دكتورة بخصوص هذا الحدث الجميل إلى أي مدى ممكن يساعد على وجود الخطأ العربي وثقل الخطأ العربي في المحافل الدولية الخط العربي موجود موجود في المسابقات الدولية وموجود في المهرجانات وموجود في المعارض إحنا اللي بنعمله زي ما حضرتك تريد في الأول ان تسقيط الدوق يعني إحنا بنهائلعت كده إنه لدينا فن مميز جدا منتشر بكسافة تعرفي حضرتك اللي بينزل القرى في مصر يلاقي البيوت مكتوبة على جدرانها في العودة من الحج بيرحبوا بالحج ويكتبوا حج مبرور بخط عربي جميل ما زالوا بيستخدموا داخل البيوت النوبة أنا فجيت النوب بيرسموا داخل البيوت وبيكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم زي الوزة إحنا عندنا على أسطار الكعبة موجود كأيضا موجود في الكنائس فهو ما هواش لا حكر على نوع رجل أو مرأة بيمرسوا الأطفال بدءا من عشر سنين بيبتدوا ممكن يتقنوا ما هواش حكر على طبقة معينة كل الطبقات الغنية والطبقات الفئيرة ولا دين ولا عرق ولا أي حاجة قبل ما ننهي فقارتنا بس هيك سؤال سريع كيف سينا ندعم الخططين طبعا دعم الخططين مهم جدا ودي نقطة مهمة يعني أنا أفتكر أن مثلا أن احنا نشملهم بمظلة التأمين أن احنا نأمن على لوحاتهم لأن اللوحات لوحات قيمة جدا وممكن تتلف بسهولة أن احنا ندخلهم ونعمل جوائز للدولة للخططين أن احنا نسهل إجراءات أن لوحاتهم تخرج وتدخل تاني بإجراءات جمركية بسيطة أو إعفاءها لأنهم لازم يشاركوا في المحافل الدولية وده نشر القيمنا الثقافية أيضا أكيد طبعا دكتورة نهلة إمام خبيلة التراث غير المادي وممثل مصر في إدراج الخطأ العربي على قوائم اليونسكو نورتنا في مجديد شكرا لحضورك معنا شكرا ادعونا ننجح شكرا 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 اشتركوا في القناة